اشهد الاسرة اللي كنشوف فيه مجموعة من الفقرات التغذيتنا اهم هي البداية من خلال الاستد والباحث محمد احسين اللي هو متخصص في التغذية اكيد مجموعة من المواضيع عن شن نقشوها اليوم غن نقشو المواد الغدائية اللي كتقدر انها تعطينا واحد طاقة وحيوية على الدات الدينة وصحيحها دينة اكيد بداية من الاطفال دينة وصولا للمرأة الحامل ولنا كذلك باش اننا نشوفو اشنوية هاد المواد غن كتشوها رفقتكم ايضا من خلال تواصل ديركم على رقمنا اللي هو سفر خمساتين وعشرين سفر خمساتين وثلاثين سفر خمساتة وثلاثين رحبوا بالضيف دينة اول شي مرحبا بك اهلا وسهلا اذا كيف قلنا فاليوم احنا غيكون مجموعة من المواد الغدائية اللي غنتكلموا اليها اللي غتكون كتخص كيفاش ممكن اننا رفعوا الطاقة دينة او لا تزيدنا واحد الطاقة واحد الحيوي هدي حاجة اللي كي بحثوا اليها الناس كاملين صفعي كالناس اللي كيلقاوا بداية الاسبوع في الوصد الاسبوع صافي الانسان كي ايا ولكن كين الناس اللي كي بغي يبقى في واحد الشعور مستمر اشنون المواد الغدائية وشنون نصيحتك اللولة بعضا من قدروا مبدوا بها واكد مرحبا بالاسئلة دير كل مستمعين المستمعات على صفر خمساتين وعشرين ستة وثلاثين صفر خمسة ستة وثلاثين تفضل اذا فالموضوع دينا هو المواد الغدائي اللي غادي تحفز العملية دي الانتاج دي الطاقة واليوم ان شاء الله مع المستمعي الكرام غادي نحاول ان تكلمو على واحد الموضوع اللي هو مهم الموضوع في التغذية بطبيعة الحال اللي ليس فقط كيهم المغربة بل كيهم سكان العالم كلهم فكتلقى بعض المرات الشباب متزوجين يلا ما زال جداد وكتلقى كذلك الموضافين ومهنيين اللي مساكن غارقين في الخدمة دي لهم وكتلقى ناس اللي كيقلبوا على اساس انهم النهار ديالهم يكون مزيان وابيك واحد الطاقة اللي تكون عالية فلهذا اخترنا هذا الموضوع ديال المواد الغدائية اللي غادي تحفز الانتاج ديال الطاقة فغادي نحاول جميع اننا نتاخدوا قرار اللي هو الاختيار ديال الطبق ديالنا هو اللي ممكن انه يعطيني اشارة واش انا السبب في ذاك الانتاج ديال الطاقة ديالي ولان السبب في عدم الانتاج ديال الطاقة ديالي فالاختيار الواجب الواجب عليا انني نختار اشنو غادي يكون فوق التبصيل ديالي باش يكون النتجة ديالو وهو تحفيز او لا اعطى لدات ديالنا الطاقة اللازمة ممتاز اذا قبل ما نتكلموا على المكونات ديال المواد الغدائية اللي غادي تتعطينا الطاقة خسنا نتفقوا بعدها على الاسس ديال المواد الغدائية الاسس اللي خسنا نعرفوها اللي كتتساهم في الانتاج ديال الطاقة بشكل كبير فما بالان الاسس اللي كتتلعب دياله في انها تعطيني الطاقة الغدائية وهي اولا ناخده غير على سبيل المثال في الوقت اللي كان ناكل شي حاجة مزيانة في الصباح لما كان ناكل شي حاجة مزيانة ونقية طبعا الحلقة تلقى بان الطاقة ديالي طيلة الصباح ممتازة ولكن في الوقت اللي مثل مع الغداء وقيت اللي كان ناكل واحد الماكلة اللي تقيلة غير كان نرجع للخدمة فلاشية كالقراسي كان تفوه كالقراسي النعاسكي الديني وكان القراسي النقراسي بانه التركيز بدك يمشي ليا وهذا اساس الرجع لديك الكم البعض المرات اللي كيكون غير معقول ديال المواد الغدائية اللي حتيت في الكرش ديالي اذا قلنا بانه باش نفهمو كيفاش ان التغذية كتساهم في الانتاج ولا عدم الانتاج ديال الطاقة ديالنا هو هادش اللي تكلمنا عليه قبل قليل فالطاقة ممكن انها جينا من خلال بعض المواد وحنا كنعرفوها كاملين شنو هما المواد اللي كيساهمو في الانتاج ديال الطاقة بشكل كبير وهي مثلا السكرية السكرية اللي ما كتكون معقدة عجيبة ولكن اللي ما كتكون باسيطة هنا يفوفير اتنسيون شنو هي باسيطة مثلا فاش كنشد الكاس داتي ديالي وكان عمرو بسكر فاش كنش اخد الكاس د القهوة ديالي وكان عمرو بسكر هذا اللي ما كيدخل دورة الدموية ديالي كي ديلي واحد لبيك كي طلع واحد لنسبة عالية ديال السكر في الدم ديالي هنا لكي خليك البونكرية كتدخل بوحك سرعة كميرة وتخرج ليه لماكسموم ديال لانسولين اللي كتبطعة عواني بسرعة هذا السكر ياو لما كتبطو اوتو ماتيك مو كيحس لانسان بالعياء اوتو ماتيك مو كيحس بوحك الانسان بوحك الفشل اوتوماتيك مو كيحس بوحك تفواه كي بقي كي配 ripped بوحل شكل غير عادي. نعم. وكيقول لي لديك الساعة التركيز كيمشي له نهائيا. فلهذا الام وهات مع مع الوليدات ديالهم باش ما يكونش عندهم هاد المشكلة اثناء الدراسة ديالهم ولا اثناء القسم ديالهم خصها انت عرف الام ويعرف الاب اشنو هم الاشياء اللي غادينا يعطيهم الوليدات او لشنو خصنا ناخدو احنا يا باش انا في ديك الوقت ديال العشرة لحضاش ديال النهار ما نحسوش بوحل العياء وما نحسوش بذيك الخمول ايوة والقراسي بانه التركيز مع العمل ديالي كيمشي ليا نهائيا. نعم. اذا السكرية البسيطة هي اللي كتكون سبب رقم واحد في ذاك العياء اللي كنعيشوه. ذاك الخمول اللي كنعيشوه. ذاك تفوهات اللي كنعيشوها. وذاك التركيز اللي كيمشي ليا. اي. اذا شنو هو المطلوب. المطلوب مني هو انني ناخد ما يسمى بالسكرية المعقدة. وهات السكرية المعقدة فين كلقهم. غالبا كلقا هون في ذاك الخبز الكامل. مثلا. الخرطال. الخبز الكامل. القمح الكامل. انو خالة ما كنحي ما خسناش نحيدوها من 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 quedيق ديناه الي ما احيدناش كيبقوا فيها القلياف. والألياف كتلعبو دور ديال negativity دون الدور الدموي ديالنا. شوية بشوية ديال السكر. شوية بشوية ديال السكر. شوية بشوية بسكر. كيبقى مستوى ديال السكر في الدم ديالنا معقول. وهذاك المستوى ما كيخليش الينسولين يخرج بكم كبير. اللي غي اعطيني ديك كما يقول دك تقب في في المستوى دي السكر في الدورة الدموية. ولي كيكون نتيجة دياله. وهو ما يسمى دك العياء. والفشل. والخمول. والكسر. يعني. اذا قلت لما كان ناكل لسا ريال او لا. الدقيق بالنخالة دياله. كنقول بانه هادوك الالياف اللي كنا فيه. كتعطيني بنسبة مقبولة في الدم ديالي السكري المطلوب. وكتعطيه لي مدة زمنية طويلة. لكتخليني الصباح ديالي كله واقف. كما كيقوله صح صح. والتركيز ديالي معايا. والتفكير ديالي معايا. وبإذن الله ما كنحسته بشي حاجة طيلة الصباح اللي كن نخد فيه. اللي كنكون خدام به. مزيلا. اضافة الى دليك كين هناك البروتينات. اي. وكين كذلك الدهون الجيدة. فالبروتينات كتلعب دور ديال انها كتتصلح المخرب في الدد ديالي. كتصلح كل الاشياء اللي هي مخربة في الكبدة ديالي. كتصلح كل هي الاشياء اللي مخربة في الدماغ ديالي. كل الاشياء اللي مخربة في جميع المكونات ديال الدد ديالي. واو مامطان كتلعب دور في انها كتعاود البني ديال دكشي اللي تم تخريب دياله في الدد ديالي. اضافة الى دالك تهيية كتساهم في انتاج الطاقة بشكل اللي خصو يكون وبالنسبة اللي خصو تكون بدون ما يكون هناك ولا غيكون هناك تدخل السريع ديال اللانسولين اللي غي يعطيني داك الفشل والخمول في الصحية ديالي. كذلك الدهون الجيدة كتلعب دور في انها كتعطيني قوة وكتعطيني صحة للدماغ ديالي وكتكتكتكتك تحاول انها تعادل او لا توازن في المشكل دياله ديال الشهية ديالي. واعا. ما كتخلي نش كان نحس بالجوع وما كتخلي النيس كان حس بشبعة. كل ما كليت دهون جيدة دهون مقبولة اللي غادي نتكلموا عليها ان شاء الله بعد قليل كل ما غادي القراسي بانه الصباح ديالي كيكون فيه الطاقة المقبولة والصباح ديالي كيكون فيه البني اللي خصويت بنا وامام طو كنحس براسي بان النهار ديالي غايدوز على احسن ما يرد ممتاز اذا كما قلت الاختيار ديال المواد الغدائية الطاقية الجيدة خصها تكون بوحد بوحد المعرفة قبلية اللي احنا ان شاء الله رحنا في الصدد ديال الوضع ديالها رحنا اشارة ديال المستمعين والمتتبعين لنا من خلال هاد القناة الطيبة اذا بعد ما عرفنا الاسس خصيكون عندي السكرية معقدة خصيكون عندي بروتينات وخصيكون عندي دهون جيدة هادو كما كيقولوا اللي غادي اعطوني طاقة اللي غادي نقدر ندوز بهذا الصبحية ديالي بدون مشاكل ولي غادي ندوز فيها الفطراء البعدية بدون مشاكل يعني من بعد الغداء ديالنا فانا بدون باسمته باول حصة صباحية اللي هي الفطر نعم الفطر كيتسمى دائما ولو انو كيبقى ها المسألة انتر قيومي لان الفطر كيتسمى بانه الفطر هو الوجبة الاساسية ديال الانسان في الحياة اليومية دياله علاش لانك يقولك بها الانسان كينطالق بطاقة اللي كتخليه يخدم تخدم عليه النهار كامل كل ما الانسان في الطرمزيان واخدأ اشياء اللي هي كاملة كل ما طاقة كتبقى عنده طيلة اليوم اللي يقدر يدي بها جميع الرسائل اللي كتبعو في داك في داك اليوم دياله نعم فالما كنا كل اشياء اللي هي كتكون طيبة كتعطيني الطاقة وتعطيني تركيز شنون مطلوب مني في الحياة اليومية ديالي وانني تكون عندي طاقة جيدة النهار كامل وكذلك يكون عندي تركيز جيد لا في القراية ديالي لا في العمل ديالي لا في جميع الاشياء اللي كنقوم بها في الحياة اليوم كل ما كنت عندي الطاقة رغدا نأدي على احسان ما يرم وكل ما كنت عندي تركيز رغدا نأدي الواجب ديالي على احسن ما يرد. اذا الواجبات اللي خاصة تكون في الفطور ديالنا. اللي اعطي هاتشي كامل. هجين بسطون الناس كتر ونشوفوا اشنو الحاجات اللي خاصة تكون في الواجبات ديالنا. كيف قلت الفطور الغضاء الى كلاشا. بما ان الفطور الكل اللي كيتكلم على انه هم الوجبة اللي ربما خاصوا يعتمد على الكل لانها وجبة اساسية. كتبقى هي اللي كتعطيك التاقة ديال النهار كامل. لان الناس اليوم اه كل واحد كيتغداء كل واحد الوقت دياله. كل واحد نظام دياله ديال الحياة. فاجي نقسمو الناس ونشوفو شنو خاصوا يكون بالتحديد. مرحب. فين كينين المواد اللي كتعطي طاقة. فين كينين حاجات السكرية البطيئة او الطقيلة. فين كينين البروتينات. وفين كينين الظهون الجيضة. مرحبا. اذا بما انه اه 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 درنا على الواجبات ديال الفطور. ايه. يجب أن يكون فيها دائماً سكريات سكريات ويكون فيها بروتينات ويكون فيها كذلك دهون فالمغدين نجيو مثلاً السكريات المعقدة سكريات المعقدة لدينا جوج ديال المصادر اللي هما أساسين نحن معروفين في المغرب بأننا كنا ناكله القمح المشكلة لدينا الدقيق المشكلة لدينا هو أننا كنحيده من ذاك الدقيق النخالة دياله كل ما رجعنا الدقيق وخليناها بالنخالة دياله كل ما غيكون أحسن وأفيض لدات ديالنا باش ذاك النسبة ديال الطاقة كتكون معتدلة طيلة اليوم باش كنحافظوا على الطاقة والتركيز المطلوب إذا عندي جوج الحويج عندي القمح والسريال بالنخالة ديالهم وعندي كذلك الخرطان هادو كل يوم نحاول أنني نشوفهم قدامي بهاد شكل هذا باش أنني ناخد السكريات اللي غادي تنفعني فيما يخص الإنتاج ديال الطاقة نعم ممتاز ربما اليوم كنشوفوا أن الناس والناس كترجع العادة ديال الدقيق أو للقمح بالنخالة دياله أولا بالحمرة كيف كان قوله يعني كيحيدون الخالة تقيله ويخليه ذاك الخفيفة يعني والناس كيمشو فيها وهذا جميل جداً مازال رجعوا نشوفوا أشمال المواد شفنا السخص الأولى أولى المصدر الأول ديال السكريات المعقادة غا نشوفوا نجلز الثاني أولى النوع تاني أولى المصدر الثاني بالإضافة فينك توفر كذلك الدهون الجيدة وكذلك البروتينات باش تكون المجبة ديال الفطور ديالنا كاس عطينا الطاقة حيوية المصدر الثاني ديال السكريات المعقادة اللي كاس عطيه واحد طاقة وكتقضى كنقوله كتهضم شوي بشي بعدان كاس بقعها في الدات واحد المدة شنو المصدر الثاني؟ هي الدهون الجيدة لو الدهون الجيدة فاش كنقول دهون الجيدة كنقول أشياء اللي فيها دهون اللي ما غديدخل لدات ديالي غا تمشي ليل الدماغ وغا تيتعود لبناء ديال الخلايا الدماغية غا ديتمشي ليل الدماغ وغا تخلي واحد المجموعة ديال دوك الموصلات لما بين الخلايا الدماغية تكون شغالة بشكل ممتاز فلما كتكون الخلايا الدماغية ديالي كتكون كلها تم لإعداد البناء ديالها والترميم ديالها تم على أحسني ما يرام النتيجة شنو هي وهو أن التركيز ديالي كيكون عالي وأنا شنو المطلوم مني؟ أن المن دوز لا جوغني ديالي في الخدمة أو لا الوليد ديالي دوز لا جوغني دياله في القرايا يكون تركيز دياله عالي هذا ما يمكن له يتأتى إلا إلا كان عندي دماغ للبناء دياله كله متكامل وهناك سنيدهون جيدة ما بيندهون جيدة معروف عن الندبة في الحمد لله وفي المتناول ديالجامع القرقاع القرقاع اللي يخداه الإنسان عفرصه بأنه ركيز دي واحد يعني واحد الهدية كبيرة للدد دياله اللي من خلالها ممكن يقاد البني ديال الدماغ دياله بشكل طبيعي كذلك موجود عندنا لفوكا لفوكا تهيك تلعب دور مهم جدا وتعد من الدهون الجيدة اللي ممكن أنها تعطيني طاقة وإعادة البناء ديال الدد ديالي بشكل يخصو يكون زيت الكوكو زيت الكوكو كذلك تهوى من زيوت اللي هي ما كتشكلش واحد تقل على المعيدة وكتخلي ديال العسرة ديال المرارة تخدم بسرعة وكتحللها وكيتخادوا المنتوجات ديالها لإعادة البناء ديال الخلايا الدماغية ديالنا والخلايا ديال جميع المكونات ديال الدد ديالنا بل أكثر من ذلك كتعطيني واحد نوع من الطاقة اللي عجيبة جدا اللي كتخليني كما كيقولوا بالدارجة ديالنا مصح صح توت لاجورني النهار كامل وأنا واقف بالطاقة اللي محتاج لها وكذلك بالتركيز اللي كينمحتاج لها فهدو مجرد ديال الحويج اللي احنا محتاج اللي هم في الحياة اليومية ديالنا نكون نواقف بالطاقة اللي محتاج ونكون كذلك عندي تركيز كامل باش أنه إلا بغيت نكتب شي حاجة كنكتبها وأنا عقلي معايا إلا بغيت نفكر في حاجة كنفكر فيها وأنا عقلي معي إلا بغيت ندير أي حاجة اللي كتطلب مجهود دي هنا كنقدر نديرها لأن التركيز كين عندي لأن الطاقة كين عندي وهذا هو الموضوع دينا دي اليوم كيفاش نحصله على طاقة باش أننا نؤدي الرسالة دينا على أحسان ما يرام ممتاز كذلك في الوقت اللي غادي نحط الخرطال أو لنحط الخبز الكامل من القمح الكامل أو ونحط معهم يا إيمالافوكا أو القرقاع أو مثلا زيت الكوكو هنا كنقول هنا بديت الأشياء ديالي طيبة ما فيها بس نحط حدهم شوية ديالفاكهة علش الفاكهة؟ لأن الفاكهة فيها الفيتامين وفيها ألياف وفيها سكرية مقبولة هذو السكرية الطبيعية اللي كين في الفاكهة هي بسيطة وممكن شكلية خطورة لكن معها الألياف هذك الألياف هي اللي كتخليها كتلعب دور بحل شي شي عساس اللي كيخلي المسائل دخل غير بشوية بشوية الدخل ديال ديال داك السكري ديال الفاكه كيدخل بانتظام وبواحد المستوى اللي مقبول ومطلوب في الدات ديالنا الشي اللي ما كيعطينيش داك لبيك اللي غيقدر يجي من بعده تدخل سريع ديال لانسولين اللي غيطيح لي السكر من هذا وتعطيني داك العياء وداك الخيول وداك الخمول وداك الفشل اللي كنعيشه في الصباح ديالي إليك اللي تشي حاجة كلها سكرية فهذا خطر كبير لما كياخد الإنسان دوك ياخد دوك الأشياء اللي كتكون فيها الحلوة بزاف كينوت في الصباح كيتلقاه آتي كله عمر بالسكر كتلقاه داك الكيك كله عمر بالسكر كتلقاه كل الحواج اللي كلها عمر بالسكر وسكر اللي بسيط هو اللي كيعطينا اللي ولدت كيجي كيقول لك الولد ديالك مني كيدخل عندي وهو كيتفوه مسكين وماذا اشن درتولي اشن واش ما نعش مزيان كيقدر يكون درينا عسم زيان ولكن في الصباح المكلة اللي اخده كانت ماشي مزيانة الشي اللي خلته كيتفوه في القسم دياله وكيتركيز دياله كيمشيله نهائيا من أثناء الحصة اذا كما قلت الاشياء اللي خصا تكون طيبة هي اللي تعطى لنا الاشياء اللي خصا تكون طيبة هي اللي تعطى لولدات ديالنا فالحطة الوليد ديالي بانانا اللي تكون شوية رطبة يعني ماشي ديالك اللي كتكون صفرة ما زلاش الدرسة بل خليناها واحد اليومين في البيت حتى بدت ديالك القشرة ديالك كتوليك حلا هنا لما كان عطيه الوليد ديالي هذيك البانانانا بدك الشكل هذا شنو كان عطيها كان عطيه البوتاسيوم اللي كيخلي الدات ديالو مازالة شادة الميوعة يعني الدات ديالو مازالة عمره بالماء وهذك الميوعة كذلك كتخلي الجسم يبقى يعني شاد القيوة ديالو وشاد تركيز ديالو وشاد ديالوك الاملح المعدينية اللي كتخليه يبقى كما قلت قبل قليل واقفه مصحصح كذلك هذك البوتاسيوم اللي كين مثلا في البنان اللي عطيته الوليد ديالي كيت تحول الى طاقة وانا في حاجة لديك الطاقة شنو قلنا عندنا السكرية عندنا الدهون الجيدة وعندنا البروتينات الجيدة هادو مني غد نجيبهم غد نجيبهم من الاشياء اللي معروفة عندنا ما بالفواكه والدهون الجيدة وكذلك الحبوب الجيدة قلنا كذلك الى كان الانسان كيبغيشي حاجة سخونة على الصبح فما في هاي باس ياخد البيض البيض تهوى من المواد هادو مني كانت تكلموا على شي سخص او لمصدر ديالبروتينات ايوا دوق البيض شنو كي يعطيني كي يعطيني كيما قلتي واحد النسبة ديالبروتينات الجيدة الجسم ديالي غايد يستفد منها بواحد شكل كبير وكذلك يعطيني لفيتامين بيدوز ولفيتامين بيدوز معروفة انها كتزود الدات بالطاقة المناسبة دوق لما كان اعطي الوليد في الصباح يفطر بالبيض بحلا كنقول ليه هاكا ولدي البروتينات اللي غايد يعاونو 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 يعاونوك البناء ديالدات ديالك جميع المكونات العضلة ديالك للعضاء الاخرى الكبدة الرية كل شي كنعاود البنية ديالك بها مدوك المكونات ديالبيض وكذلك كنعطيك من فيها لفيتامين بيدوز اللي غا تعطيك الطاقة اللي تخليك النهار ديالك يدوز على احسني ما يرام نعم اذا كذلك ممكن نشوف الوليد ديالي اليورد اليورد في ديالك الصبحية ونضيل معها شوية ديال اللي اسمته دوك المرصوية صغار ديال الفواكه مقطعين ونحطوهم ليه في الزليفة ديالو فالياورد زائد دوك الفواكه اللي مقطع وخلطوهم ليه وعطيتهم ليه اشنو غا تيعطيوه البروتينات الجيدة اللي تكلمل عليهم قبل قليل اللي غا تيولي وكذلك الطاقة من بعد وكنعطيهم نعطيو كذلك الميكروبات النافعة اللي غا تساهم كذلك في الهضم ديال دوك الفواكه اللي كينا معها وكتخلي العناصر كتولي بسيطة وكتدخل الدورة الدموية وكتعطي لدات جامع الاحتياجات ديالها من الاملح المعدنية من الفيتامينات من السكريات من الدهون اللي غا تتحول من بعد ذلك الى طاقة اللي غا تخلي اليوم ديالي يدوز على احسني ما يرام دائما نشمله في الدهون الجيدة أستاذ باشا كده الناس تمشيته في الحاجات اللي ربما كتوفر ربما زيت الكوكو احنا كنعرفوا انه من الزويت كيني الناس اللي ولو كيتامدوا لها فاحنا غا تتحول مع الجامع زيت الزيتون منساوز زيت بودل كتان منساوهاج زيت ديال مثلا كيف كان قلوه الفول السوداني وزبدة الفول السوداني كده كتا يجو دهون جيدة بزاف ديل زويت زيت صوية توا دهون جيدة انك الجوز دهون جيدة بودل كتان دهون جيدة كيني بزاف ديال ديال انواع فإلى سمحتي أجين نعطيو الناس بزاف دل حاجات بس ناشت تنوى يعني لاجين احنا اعتمدنا لافوكا واعتمدنا مثلا على القرقع كيف قلتي واعتمدنا فقط على زيت الكوكو كلي ما يتوفرش هذا الشي عنده يوميا وإحنا كنقولو وجبالي تكون صحية ليقدر اعتمدوا على لانكين الناس ربما كيفطروا ما كيتغداوش ما تكيرجع وعود للضرع وتاني كل واحد ام تكيرجع فبتالي أجين نعطي واحدة الى صح تعبير وسمحوني نعطيو واحد سليلة عامرة مواد غدائية باش كل واحد ينطقي على حسب اليوم دياله على حسب القدرات الشرائية دياله على شنو متوفر عنده نعطيو بزاف الحاجات بزاف المواد يعني اللي فيها الدهون اللي هي مزيانة لصحة يعني بزاف ديالتها مثلا زيت ديالدرة تاي دهون جيدة لنك باش الناس يكون عندها الاختلاف والتنوع تعرف شنو تختار اشنو ما نزل نكملو فاد الايطار دائما باش الفطور ديالنا يكون صحي واكثر طاقة للدات ما بالاشياء الاخرى اللي ممكن كذلك نزيدها في الفطور ديال الصباح اللي غايكون فيها للمواد اللي غا تعطيني طاقة وتركيز عالي كما قلت ممكن غادي ناخد الوياورت جوبيلا كنديرو فيه دي مورسو ديال المورسوية الصغار ديال الفواكه علاش لانه فيها الاملاح المعدينية وفيها الالياف فيها البروتينات فيها الدهون اللي غا تتلعب دور كبير في انتاج الطاقة ورفع المستوى ديال التركيز عند الوليدات ديالنا كذلك عند الناس الموطفين ومخداما كذلك ممكن كذلك ناخد الياورت معاه حبوب شية ومعاه الحبوب ديال زرعة الكتان هادوتا هما من الاشياء اللي غانية بأوميغا طخوة وغانية بالاملاح المعدينية وغالية بالدهون الجيدة اللي غا تتلعب دور في انتاج الطاقة المطلوبة كذلك ممكن ياخد الانسان الخيار والخيز والياورت ويخلطهم ويدير منهم كذلك واحد المزيج اللي غاني بهذا العناصر اللي تكلمنا عليهم قبل قليل اللي غا تتعزز الطاقة في الجسم ديال الإنسان وتخلي الإنسان صباح دياله كله كيدوز على أحسان ما يرام ممكن نقدر ناخد غير عاو تاني الياورت معا معلقة كبيرة ديال ديال راقبتها قبل قليل الزبدة ديال الفول السوداني هذه كتدر كذلك معا معا الياورت وكتخلط بوحد شكل جيد وكتعطيني مزيج اللي كيكون ليس فقط البنة ديالله اللي كتكون في المستوى العالي بل كذلك الأداء ديالله على المستوى ديالنا كيكون في المستوى العالي إذن هنا حطينا واحد المجموعة ديالتشكيلات اللي غادي تخلي الفطور ديالنا يكون فيه أشياء اللي طاقة ديالها غادي تكون ممتازة وغا تخلي لي صباح دياله كله صباح دياله كله فيه جميع المواد لنتجة ديالها طاقة وتركيز عالي واخره هاد هاد الامر هادا كما كيقولوا اه تفقن عليه ولا يتلاطحوا فيه عنزن حيش اخرى هو انه في القيطة قبل ما نخرج العمل ديالي كان ندرب الوليدة ديالي على اساس انهم يشربوا الماء يشرب الماء قبل ما يمشي الخدمة وكذلك تعطاه القرعة دياله يدها معها سمته للعمل أول وكذلك عشر معي قرعة دياله العمل عليش لان بهذا القرعة ديال من الماء غا توقع عليها قلي إيدراطاتيون اولا تمييع ديالال الدات ديالي تقولوا اللي دات ديال لله كلها بحالة فاسقة وكل ما كان الدات مميعة وفاسقة او لا مادرة ثاليدurata تقول لما كان تكون طاقة عندي جدا عالية وكل ما كان الجسم ديالي خوي من الماء كل مطقة ديالي كتنزل إلى الحضير وبالتالي تركيز كيمشيلية وما يستحيل أنني نأتي الواجب ديالي على أحسن ما يرم فشرب الماء مسألة ضرورية لكل واحد فينا أكان شيخ أو كان رجل أو امرأة أو كان كذلك لوليدت دائماً خصته لأننا هذا ديال شرب الماء في الوقس المناسب